مرحبا بكم في لاشان يوتيوب بيان باري لاشهالي ليتهدلكم الاحشاب الطبيعية والعلاج الطبيعي المجرب في هذا الفيديو كموعدتكم سنهدلكم على بودورشية بودورشية اللي هي غداء ودواء ماكلة صحية صحية الواحدة الدرجة لا تقدرش تصورها فيها الألياف فيها البروتينات فيها الكالسيوم فيها الفوسفور فيها البوتاسيوم فيها الزنك فيها السوديوم فيها الأوميغا 3 بودورشية مليحة للقلب التاعنات تحميل القلب التاعنات من الأمراض يعني يشوفوا الخصائص الطبيعية اللي في هذا البودور اللي خلقها ربي سبحانه بودورشية مليحة للجهاز الهدمي خدش فيها الألياف وهذه الألياف تعاون الناس اللي عندهم مشكلة على الهدم ولي عندهم الإمساك يفكروا في بودورشية ويدخلوها في الأكل بتاعهم باش تخفف عليهم هاد المشكلة بودورشية مليحة للهشاشة العذاب الناس اللي عندها مشكلة اللي عندها ألام المفاصل تعال العذاب التهاب المفاصل خدش فيها الكالسيوم مليحة للسنين مليحة للعينين مليحة للمخ الناس اللي عندهم مشكلة ما يرقضوش مليح يتعودوا على بودورشية تعاونهم إن شاء الله تدريجيا باش يرقضو مليح تنشط وضائف المخ الناس اللي يكونوا دايماً عيانين من ردهم هابط يأكلوا بودورشية تحسلهم وطولهم ويتخلصوا بإذن الله من القلق والاكتئاب وزيدهم بلوس البودورشية تنقص من الكوليستيرول في الدم وتنظم السكر في الدم وخاصة السكر من النوع الثاني مليحة للجلد مليحة للبشرة تحارب الشيخوغة وتأخر مظاهر الشيخوغة في حال الداكرة تنظم ارتفاع ضغط الدم الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم يأكلوا بودور الشية نتمنى إن شاء الله تفكروا فيها وتستعملوها وتدخلوها بالأكل التيعكم بودور الشية اللي ما يعرفيش هي جاية بودور صغيرة بزيف اللون تحها جاي قريم خلط بلون كحل تدو مغرف أنتع بودور الشية تحطوها في كاسمة و تدخلوها تقعد شحل من ساعة و ماذا بيكم يمكن تدخلوها بالأكل من الليل و تشربوها الصباح سيون كورميو و الناس اللي تبقى تستفد بنها صحيا تشربوها كاس الصباح و كاس عشية تولي انجيل وهذاك الجيل هو اللي مفيد للصحة تديروها في انجيل تديروها في الحليب تديروها في السلاطة تديروها في الخبز بتاعكم و في اليايورت نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا تعرفتوا على بودور الشية ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر